السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الطبخ بقى اسهل النهاردة ان شاء الله هخلل معكم الخيار هخلل معكم الخيار باذن الله وهو سليم مش هنقطعه زي ما انتوا شايفين كده انا جاي بخيار متوسط في الحجم مش رفيع اوي ومش تخين اوي طبعا هو ده الخيار المناسب للتخليل السليم هقول لكم طبعا لو هتخللوه وتقطعوه هتجيبوه الخيار اني خيار هنحتاج عشان التخليل طبعا توم متقشر حوالي خمس فصوص من التوم زي ما انتوا شايفين التوم بيدي الخيار طعمه معنى جميل جدا كمان معايا شطة حمرة وشطة خضرة ومش هكتر عشان انا مش عايزاي بقى مشاتشة انا عايزاها بس تحفظه في التخليل ومعايا نص كباية من الخل ومعايا كباية من المياه اللي هي حوالي 200 ملي دي هحتاج لها معلقة كبيرة من الملح كل كباية من دي هنحط عليها معلقة كبيرة من الملح هو ده مقدار الملح اللي انا هحتاجه يا جماعة لتخليل الخيار هنبدأ مع بعض بقى نوسع لنفسنا كده ونعمل المحلول الملحي اللي هنعمل فيه مخلل الخيار زي ما انتوا شايفين الكباية دي هحط منها حوالي 4 كبايات مية الاول يعني حوالي لتر من المية وهحط عليهم 4 معلق كبار من الملح هيبقى هو ده المحلول الملحي اللي هخلل فيه ولو احتاجت كمية من المية تاني هعمل نفس القصة كل كباية من دي هحط لها معلقة كبيرة من الملح كده 4 كباية مية انا حطت كده 4 كبايات عايز اقول لكم على حاجة عشان ما تنسوهاش لازم نحط معلقة كبيرة من السكر في تخليل الخيار مهم جدا يا جماعة معلقة السكر دي اساسي حطوها الاول وبعد كده بدأوا حطوا معلق الملح هنبدأ نحط بقى مع بعض 4 معلق كبار من الملح زي ما انتو شايفين كده معلقة 2 3 4 علشان خاطر هم 4 كبايات من المي وهدوب لحد ما اعمل المحلول بتاعي خلاص كده اتدوب كويس جدا السكر والملح هيبدأ بقى رس الخيار بتاعي في اي برطمان عندي عايزين تعمله في ازاز ماشي عايزين تعمله في بلاستيك ماشي اللي متوفر عندكم الشطة دي بقى هبدأ افتحها بالسيكينة فتحات صغيرة علشان طبعا تطلع الشطة اللي فيها وعلشان انا مش هقطحها يعني قطع صغيرة هي هدنها سليمة زي ما هي كده زي ما قلتلكم ممكن مش هستخدمها كلها على حسب المكان اللي في البرطمان وممكن تستبدلوها بشطة عادية على فكرة اللي عايز يستخدم شطة عادية ما فيش اي مشاكل نبدأ بقى مع بعض نحط الخيار بتاعنا في البرطمان ونحاول نرسه بطريقة ان احنا يعني ناخد كل الكمية دي في البرطمان هنحاول نرسه جنب بعضه واحدة واحدة كده بحيث ان انا يعني اكسب مساحة مش يبقى فيه بينه فراغات كتير وهيكون برضو فيه بينه فراغات بس ما فيش مشكلة وطبعا الجزء الفؤاني من البرطمان شيء طبيعي ان هو مش هيتحط الخيار بالطول هابدأ احطه بقى بالعرض زي ما انتو شايفين بقى هنخلص كل الخيار بتاعنا وهو البرطمان ده على فكرة اخد الكمية كلها فيما عادة حوالي خيارتين ثلاثة انا قطعتهم وخللتهم في برطمان صغير لوحده وطبعا هنحط برضو الشطة معاه بقى بالتبادل علشان يعني نحاول نحطها في النص وفي كل اماكن عشان طبعا ياخد من طعمها وتبدأ تنزل الشطة اللي فيها سهل جدا يا جماعة مخلل الخيار والخيار رخيص دلوقتي وطبع الخيار الفلاحي منتشر جدا فتقدروا تخللوه في البيت حلو قوي جنب كل الاكلات جنب كمان سندوتشات البرجر وجنب اي سندوتشات ممكن تاكلوه كل الاكلات وبيفتح النفس على فكرة في كل حاجة مخلل الخيار ده حاجة جميلة جدا وما بيكلفناش كتير لوقت ولا فلوس يعني ماديا حاجة بسيطة جدا وفي نفس الوقت ما بيعودش غير 4 تيام بس 4 تيام ل5 تيام بنبدأ نفتح عليه وناخد منه عادي طبعا انا هوريكم النتيجة دلوقتي زي ما انتوا شايفين حطيت قرون الشطة الخضرة والحمرة زي ما قلتلكم مش هحط الخمسة او الستة اللي انا مجاهزاهم انا هحط كده على قد ما ياخد وطبعا بعد كده هنبدأ نحط التوم ما ننساش التوم يا جماعة حطينا التوم بتاعنا وحطينا كل حاجة وبعدين بنحط الخل بقى نص كوباية من الخل وهنبدأ نحط المحلول الملحي ده اخر حاجة هحطها لمخلل الخيار اعتقد ان اللتر ده مش هيكفي مع البرتمان اللي انا شايفا ده ولكن ممكن نعمل كوبايتين كمان خلاص هيبقى كده كفاية انا كده بحرك البرتمان علشان اخلي الخل يدوب مع المية ويبقى موجودة عندي في كل البرتمان او هحتاج فعلا مية هحتاج كوبايتين من المية هعملهم بسرعة كوبايتين مية عليهم معلقتين كبار من الملح ادي كوباية وحطوا كوباية كمان ومعلقتين ملح ودوبهم واضفهم للخيار ونبقى خللنا الخيار في ثواني ما خدش مننا اي وقت ولا مجهود بصوا يا جماعة لو عايزين تخللوا الخيار الكبير اللي هو هتقطعوه يعني يبقى تجيبوا الخيار كبير عنده وتقطعوا قطع سميكة جدا عشان يبقى متماسك معاكم هنبدأ نحط المية اللي احنا عملناها بالملح هي يضوب الكوبايتين على قد اللي باقي من البرتمان ونكون خلصنا مخلل الخيار بتاعنا هحط بس اخر حاجة على الوش بتاعه زيت علشان يبقى مادة عزلة عن الهوى وفي نفس الوقت بيلمع المخل البتاعي ويخليه شكله جميل هغطي بقى عليه وان شاء الله بعد اربعة ايام هفتحلكو عليه ووريكو هو اخباره ايه وطبعا في نفس الفيديو عشان تشوفوا النتيجة دلوقتي ده شكل الخيار بتاعنا بعد ما تخلل لونه طبعا بقى اصفر وجميل جدا وزي ما انتو شايفين بجد بجد مخلل ولا اروع هبدأ افتح عليه بقى ووريكو عشان تعرفوا ان الوش بتاعه مفيش اي ريم ومفيش اي حاجة خالص ولو انتو عايزين تغلوا المياه الاول قبل ما تستعملوها يا جماعة في المخلل مفيش مشكلة فيه ناس كتير لو حبا يعني بس الخيار مش مستاهل لانه ما بيعودش وقت طويل لكن لو انتو حبين في التخليل ابقوا اغلوا المياه وبرضوها كويس جدا وبعدين استعملوها في التخليل عشان ما تعملش الريم معاكم طبعا هنا مفيش ريم ولا اي حاجة لانه مجرد اربع تيام خلاص احنا فتحنا عليه وعايز اقول لكم بمجرد ما فتحنا عليه يا جماعة لازم نحطه في التلاجة بعد كده هو خلاص كده تخلل هنفتح عليه هنحطه بقى البرتمانده كده في التلاجة انا بطلع منه دلوقتي عشان اوريكو شكله عامل ازاي بقى وهو بره بصوا الخيار تخلل ولونه بقى اصفر وجميل ريحته رهيبة التوم والشطم الدينه ريحة جميلة جدا وطعمه طبعا ولا اروع طبعا دلوقتي هوريكو انا بطلع دلوقتي مجموعة كده بس عشان اظهرها لكم ولا فيه اي حاجة ولا فيه اي افتكاسات ولا فيها بس طريقة سهلة وجميلة قوي ونتيجة جميلة جدا ويبقى عندنا مخلل رائع جدا نستخدمه في كل الاكلات بتاعتنا انا رتبت معاكو الطبق ده كده عشان اوريهو لكم وهوريكو بقى ده شكل المخلل بتاعنا بصوا الخيار شكله طحفة شكله بجد جميل جدا اتمنى يعجبكو طبعا واتمنى لو عجبكو الفيديو تعملولي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله دايما يوصلكوا مني كل جديد وكده انا قصرت لكم الخيار بصوا قصرت بطريقة جميلة جدا مشترية ولا اي حاجة وطعمها ولا اروع عايز اقول لكم الخير اللي قصرتها دي انا كلتها كاملة في ساعتها دلوقتي جميل جدا جدا اتمنى تجربوه بطريقتي وتقولولي طبعا في التعليقات عايزة لايكات كتير واعمل لكم خليلات تانية كتير زي ما عملتلكو قبل كده طبعا عملتلكو الليفت وعملتلكو الزتون وان شاء الله مكملين مع بعض طرق تخليل كتير هعمل لكم مخلل المشكل ان شاء الله قريب اتمنى يكون الفيديو عجبكو واشوفكو الفيديو الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة